بين تاجر ومروج ومتعاط أكثر من ستة آلاف متهم ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الخمسة الماضية حصيلة كشفت عنها مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية التي أكدت تنفيذها عمليات استباقية وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قضائية تكللت بضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تم القابض خلال الخمسة أشهر الماضية على أكثر من ستة آلاف وثمينم متهم بالتجارة والترويج والتعاطي وكذلك ضبط ما يقارب الخمسة ملايين حبة من حبوب الكبتاجون والمؤثرات العقلية وعلى أكثر من مئة وسبعين كيلو من المواد المخدرة عملنا بشكل يومي ونوعي واستباقي في محاربة التجار المخدرات يعني خلال الثلاث أيام الماضية تم القابض على أكثر من مئة وعشرين متهم هذا يدل أن هناك حرب شرسة تقودها المديرية العامة وتقودها وزارة الداخلية في محاربة تجار المخدرات قيادة عمليات بغداد الرصافة تحدثت عن جهد نوعي مشترك لمختلف القطاعات الأمنية أسفر عن ضبط كميات من الكريستال وحبوب الكبتاجون والقبض على عدد من المتهمين بعمليات كان لتعاون المواطنين الدور الأهم في ملاحقتهم فضلا عن الجهود الأمنية الاستباقية جهود حقيقة مشتركة تشترك بها كافة القطاعات الأمنية منها الوكالات الأمنية في الأمن الوطني وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى تكللت كل هذه الخطط بنجاحات كبيرة كانت نتائجها خلال الشهر الماضي من 15.05 إلى 15.06 تم إلقاء القبض على 70 شخص ما بين مروج ومتاجر ومتعاطل المخدرات تم حالتهم أصوليا إلى الجهات القضائية المختصة مع تكثيف مديرية مكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية عملياتها الاستباقية لملاحقة تجار ومروجي المخدرات تبقى مسؤولية ضبط الحدود الحل الوحيد بحسب مختصين لمنع دخول هذه المواد إلى داخل البلاد من بغداد حسن الفواز العراقية الإخبارية